أول أخبرنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد النهاردة اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين لاستعراض المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخلال الاجتماع تم عرض الموقف التنفيذي لمنظومة الشبكات الوطنية اللي بتعتمد على استخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات فائقة التطور وتشمل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ وسلامة العامة تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير اللي أعدته رئاسة الجمهورية أكثر عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أركان حرب طارق الظاهر مدير سلاح الإشارة والعميد محمد سعيد مساعد رئيس أركان سلاح الإشارة للمنظومات والشبكات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض المشروع القومي الخاص بمنظومة الشبكات الاتصالات الحكومية الموحدة ومشروعات قطع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي لمنظومة الشبكات الوطنية والتي تعتمد على استخدام تكنولوجيا عنظمة الاتصالات فائقة التطور وتشمل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمة الطوارئ والسلام العامة والشبكة الحكومية الموحدة المؤمنة لرفض الجهاز الإداري للدولة وشبكة الاتصالات الفضائية عن طريق القمر الصناعي المصري طيبة واحد وقد وجه السيد الرئيس بأن تدعم منظومة الشبكات الوطنية استراتيجية رقمنة الدولة وأن تراعي التطور المستقبلي في زيادة حجم الاستخدام والمعلومات بما يضمن استدامة توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين كما اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على المحاول التنفيذية لمبادرة مصر الرقمية بالتعاون مع أعرق الجامعات الدولية في كل من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا حيث وجه سيادته في هذا الإطار بالبدء في إطلاق جامعة مصر المعلوماتية في تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية كما وجه السيد الرئيس بتسخير إمكانات الدولة في مجال التكنولوجيا لصياغة منظومة حديثة للبناء العقاري واستغلال الأراضي على مستوى الدولة وقد شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمدرسة المصرية للاتصالات التقنية والتي ستركز على التخصصات التكنولوجية الحديثة لمواكبة السوق المحلي والعالمي إلى جانب تخريج الطلاب بشهادة معتمدة دولة لاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تدعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وهي الاحتياجات التي لم يكن من الممكن تلبيتها لو لا قيام الدولة برفع كفاءة شبكة الانترنت على مستوى الجمهوري